يا ايها الناس يكونوا مما في الارض حلالا طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان طيب عندنا احنا ايه امرين عندنا امر ونهي الامر الاول ان نأكل مما في الارض حلالا طيبة طيب والد ابي حنيفة ثابت انه هو اسمه النعمان ابن ثابت كان يمر شاب صغير يمر بجوار بستان فوقعت تمرة من النخلة للبستان والنخلة مائلة على الطريق وقعت في الشارع فاخذها واكلها ثم توقف مع نفسه قال هل لي ان اكل هذه التمرة معقول لابد ان اسأل عن ايه واكلها خلاص لابد ان اسأل عن صاحب البستان واستسمحه دخل على صاحب البستان وقال له انت صاحب قال نعم قال اني اكلت تمرة من تمرات بستانك وقعت على الطريق بدون وجه حق اما ان تسامحني واما تعفو عني يعني واما ان تأخذ ثمنها واما ان اعمل عندك حتى ترضى لماذا والد ابي حنيفة يعني دقيق لهذه اللحظة لان البطن اللي تعودت الحلال لا تستطيع ان تستقيم مع شيء فيه شبهة او حرام خلي بالك يعني الشبهة والحرام ما تستقيمش البطن الذي تأكل حلالا مع هذا الايه مع وجود الحلال الدائم كما صعنا ابو بكر من قبل عندما شرب شربة لبن وشك فيها وضع اصبعه في فمي فارجعها وتقيا قال والله لو اعلم انها لم تخرج او لم تخرج الا مع روحي لاخرشتها ده لان معيدة ابي بكر ما تعودت الا الحلال معيدة الثابت ابن النعمان ما تعودت الا الحلال فلما اكرت تمر المشكوك في امرها توقف ورحل صاحب المستنى به قال الله الشاب الصالح هذا ده سبحان الله يعني دقيق لدرجة ان يبحث عن حلية التمر عن التمر حلال اولا شوفها اولا حراص قال له لن اخذ ثمنها ولن اعفو عنك ولن تعمل عندي قال فما الحل فعني لو واحد في زمانين يقول لك يا اخي خلاص انا جيت لغت عندك وخلاص الروح انا اخرج درهمين ثلاثة ولا جينهين ثلاثة وخلاص وانتهي الموضوع على كده قال له اعفو عنك ان ازوجك ابنتي فلا قال خلاص توقعنا على الله والله يزيجة طيبة كان غير متزوج قال ولكن ابنتي هذه عمياء لا ترى بك ما لا تتكلم صماء لا تسمع يا الله طبعا انا اتصور شاب من موديل 1430 هجرية 2009 ميلادية والله يهرب فورا قال توقعنا على الله خطب خطب الفتاة وتزوج دخل عليها لما زفت اليه قال يعني هي لا تسمع ولا تتكلم لكن البيت المسلم مليء بالملائكة قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله اكبر إذن هي تسمع إذن هي تتكلم فلما كشفت عن وجهها إذا بفضل الله سبحانه وتعالى آتها الله جمالا بفضل الله عز وجل فتعجب وسأل أباها بعد ذلك قلت لي إنها عمياء لا ترى بكماء لا تتكلم صماء لا تسمع قال إنها عمياء عن رؤية الشر وبكماء عن قول الباطل وصماء عن سماع الخنى والفسق الله عينها لا ترى إلا الحلال لسانها لا ينطق إلا بالخير أذنها لا تسمع الباطل ولا تسمع إلا الخير من هذه المرأة الصالحة وهذا ولد صاحب البستان الصالح وهذا الشاب الصالح أنجب أبو حنيفة النعمان إمام الفقهاء رضي الله عنه بالله عليكم أكل الحلال ألا يراودنا أن نقف ونتوقف ونسأل أنفسنا هل طعامنا الذي نأكله هل أموالنا التي تدخل إلينا حلال أم حرام هناك صورة أخرى من صور الحرام متفشية في مجتمعنا هذه الصورة كارثة كبيرة وهي عدم توريث البنات هذا نوع من أكل الحرام نوع من أكل الباطل يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه المصيبة لماذا؟ الأب يموت ترك مؤسسة شركة أرض أي شيء مصنع يفاجأ العائلات أغلب العائلات كثيرة إنه من رحمة ربي أن البنت تعطى دريهمات قليلة شوية دولارات أو جنيهات أو كده خلاص يجب أن نتوقع على الله لأننا رجال إحنا أربعة من الرجال وإحنا المسكين المصنع من أيام أبينا والمؤسسات والأعمال التجارية والشركات وإلى آخره وأنت قد تسوجتي ونحن لا نريد أن تذهب أموالنا ولا مدخرات أبينا ولا مصانعه ولا شركاته ولا مؤسساته إلى الغريب اللي هو زوج البنت سبحان الله تحرم البنت بهذا تدعو البنت على إخوانها هم من يمين بالليل ويتدعو عليهم ايه بالنهار يستفر المال بعد عشرين وثلاثين سنة تصير الأموال ملايين وهو يتصدق ويحج كل عام وعمر كل أسبوع ويبني مساجد ويعمل ملاجئ للأيتام ولكن هل هذا يطهر الحرام الذي أخذه لا لتردن المخطة والمخيط فهل لا نعيد حساباتنا في رمضان ونتوقف عند نذاء الله سبحانه وتعالى ألا نأكل إلا حلالا هل لا توقفنا وصار رمضان معلما لنا لنعيد حساباتنا هل لأحد عندنا من مظلمة مالية أو مظلمة معنوية حتى تكون أموالنا حلالا هل لهؤلاء إخوة أو هذا الأخ الذي أكل مال إخوته أخواته هل له أن يعيد إليهن ما أخذ هل لأن الأموال يعني الحرام لا ينتهي بالتقادم لا التقادم ده في موضوعات أخرى في جنات أخرى لكن في الأموال لا لا ينتهي بالتقادم إنما يظل هذا الحرام معلقا في رقبته المظلم يدعو عليك وأنت نائم وعين الله لم تنمي ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة فليتقل لها كل واحد منا أن يأكل من الحلال ولا نأكل أموالنا بيننا بالباطل وندفع رشاوة ونأتي بمحام يرف ويدور لا والله إن العبد الحلال أمامه بين والحرام أمامه بين وعليه أن يتقي رب العباد عن زوجات في أن لا يأكل إلا حلالا كانت الصحابية تمسك بيد زوجها عند الصباح وهو ذاهب إلى العمل تقول له يا فلان اتق الله فينا إننا نصبر على حر الجوع ولكن لا نصبر على حر جهنم يوم القيامة فإذا عاد في المساء من خارج العمل خارج البيت يعني ودخل قالت له كم آية سمعت أو حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كم حديثا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لما تكون الزوجة تقف بجوار زوجها في أن لا يكون للشيطان قطوات عندها حتى تشجع زوجها دائما على الحلال وعلى القناعة وعلى التدبير ولنعلم أن رزق الله سبحانه وتعالى لا يسوقه إلينا حرص وحريص ولا تمنعه عنا كراهة كارث وأقول للبرتشي وأقول للسارق للأموال العامة والخاصة اتق الله في رمضان وفي غير رمضان وليكن معلم لأن المال الذي يدخل جيبك مكتوب لك لو صبرت ولم تأخذه حراما لجاء حلالا اللص الذي يسرق لو صبر لجاءه هذا المال حلالا إن شاء الله éfوكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو